مرات قولت هذا اللي يغني اللي لو لك لو تسوى العتب شا عاتبيتك قل اليوم اللي يبقه يشوون العتب وتعاتبه ومرات من يسولف بقضايا الفساد هنا وهناك هو ليس طرفا وليس بطرا وليس استهدافا ضد فلان وفلان وتأتيك الأصوات والمناسبة شداتي وذاك زعلان وذيت زعلانة أو هذا راضي وذاك ما راضي لهناك بيها لك حسبات مو يتيابة النظيف يفوج هذا الميز وعلى قولك تسمى هاي السماعة وكلا يدلو بدلوه الشريف في كل الأزمنه مش راسة مرفوع ما يخاف سين وصاد ولي ملثق أنا شا سوي له فبرات مني تخاطب وريد نسولف أنا لا أستبعد أحد ولا أقصي أحد واللي عنده ردو يقول أنا متضرر والله بقناة التغيير مو حط على كرسي حط على راسي لأنه ما استمعتم له أمس بالجزء الأول على لساني مسؤول رفيع كان في الدولة العراقية المليارات تتشر هنا مليارين هنا عشرين مليار هنا ثلاثين مليار هنا أربعين مليار هنا هنا ونحن منهوبين ردينا على للاستيك عراية أو يا راية هل سيكون البازة موجودة وهم نرد على البازة أو تالي البازة هم ما تحصل أو من تجد تقول له فلان وفلان وفلان يا بليش ليش وصلتوا البلد لهذا المستوى وليش من نسولف ما ترضون الزعلون اللي يزعل والي يغتاظ يطلع بزودة يقوم طلع يسولف طلع يقول لك أنا أنا ما أحب المخاتل وما أحب أشباه الرجال وما أحب التلميع بالأحاديث هنا وهناك كونوا رجالا وحافظوا على العهود إن كان لكم عهودا وكلام الله الذي أقسمتم به ذات يوم ولم تلتزموا لا أمام الله ولا أمام الناس شنو لهذه الفضائح اللي كانت البارحة شرطي غسير طيار البارحة حمال صار مدير عام قلتوا بابا تطلبون لهذا الشعب المسكين هذا إيه مبهذلتوا بسر دفتهم ليش أنتوا ما تقول العيش إلا بالمستنقع ولما تردون تجون تسوون دولة تروحون للناطحة والمتردية ليش بسنة بثنين باربعة بعشرة بعشرين هم تعلمتوا لكن لماذا هذا الإصرار على هذا المنهج القدر الذي أسسه فاسدوكم وما زال في غيهم يعمهون وسيأتي عليكم يوما عبوسا قمطرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر